الفيديو برعاية محلات جيمس تو ايجبت السلام عليكم في الاول خلينا نحترم جهود مايكروسوفت واللي بيحاولوا يعملوا لللاعبين ونبعد عن اي محاولات لاستنقاص من جهود الشركة الشركة بتحاول بكل قوتها انها هتقدم شيء يليء باللاعبين مايكروسوفت اخيرا عملوا مؤتمر قوي باختصار مؤتمر مايكروسوفت عظيم وقدم تنوى محترم في الالعاب وعملوا شيء بقالنا سنين بنطالب فيه الا وهو عروض الالعاب قوية بموعيد اصدار ويتم استعرض الالعاب ورا بعض بدون رغي او كلام كتير او تضيع وقت المشاهد فعروض الالعاب دي كلها بتعرفنا على مستقبل الاكس بوكس والاهم ان كل الالعاب دي جاي على الجيمباس من اول يوم فده اول مؤتمر للجيل الجديد من مايكروسوفت وبكل بساطة قدر اقول انهم لو استمروا بالابداع ده فمستقبل الاكس بوكس هيكون اسطوري خلال 2022 حتى انتهاء الجيل ولكن برضو فيه شوية حاجات كنت اتمنى انها تتحسن مايكروسوفت في 2018 اعلنوا عن استحوازات على عدة استوديوهات وثم في نهاية 2020 استحوازوا عزيني ماكس المالكة للستوديوهات باساسدة مع فريق اي دي ماشين جيمز اركان وعدة استوديوهات يعني مايكروسوفت بقت بتمتلك 23 استوديو خلال 2018 حتى الان ولكن هل 23 استوديو دول قدموا العاب حتى الان للأسف مش كلهم وده شيء محبط ان الشركة بتمتلك كل المزانيات دي وعدة الاستحوازات وبقى لهم سنة او اتنين ومشوفناش اي شيء منهم فمايكروسوفت حتى الان ماستعرضوش اي شيء يورينا نجاح الاستحوازات على الاستوديوهات ما شفناش فيبل ما شفناش بيرفك دارك وبصراحة كان نفسي اشوف هلي بليد 2 ولكن للأسف ما تمش استعرضها ولا حتى اي عنوان جديد من فريق زا كوليشن فللأسف 2021 هتكون سنة متوسطة للإكس بوكس لان لعبة فورزو هورايزون 5 وهيرو هم فقط اللي هينزلوا السنة دي يعني خلال 6 شهور لعبتين فقط اللي هينزلوا وفورزا فقط هي اللي لعبة جيل جديد ومستوها خرافي والمؤتمر بالرغم انه كان عظيم لكن الاعتماد الاكبر كان على الطرف الثالث ولكن برضو ده شيء مش كارثي وفي النهاية كلها ألعاب وكلها بتخدم اللاعب طرف ثالث ولا طرف عاشر المهم ان فيه كان محترم تم عرضه من الألعاب وده شيء مبشر لنا كلنا احنا في النهاية لاعبين بنهتم بمحتوى اللعبة لكن بصراحة بالرغم ان المؤتمر عجبني جدا لكن انا شايف ان مستوى الألعاب كطرف اول ما كانتش جذابة يعني فورزا فقط هي الرسوماتها مبهرة واللعبة محترمة جدا انما كل الالعاب التانية كطرف اول ما كانتش جذابة قوي يعني عرض ستار فيلد مش واضح عنه شيء اوضر وولدس 2 برضو ما شفناش اي شيء يوضح طبيعة اللعبة ريت فول مش نوعي هيلو مبشرة لحد كبير انما ده مش معناه ان هو مؤتمر محبط او سيء بالعكس ولكن لو كانوا استعرضوا هيل بلاي 2 مع اي عروض جيم بلاي للالعاب اللي اعلن عنها السنة اللي فاتت زي برفك دارك مثلا فده كان هيزور من عظمة المؤتمر انما بنلاحظ ان معظم العاب الطرف الاول تصنفها واحد وهو منظور اول RPG طيب 23 ستوديو عملوا ايه فانا بتكلم في نقطة انهم عملوا مؤتمر ناجح بنسبة 80% ولكن العشرين في المية دول لو كانت اكتملت فهيبقى اروع ما ننساش برضو ان احنا لسه في اول مؤتمر مخصص للجيل الجديد وتم استعراض الكم ده من الالعاب في اول سنة وكمان بمواعيد اصدار فدي حاجة تحترم منهم خصوصا ان كل الالعاب دي نزلة على الجيم باس والبي سي من اول يوم فمايكروسوفت ما حرميتش ولا اجبرت الناس انهم يشتروا الاكس بوكس للعب الالعابهم فدي خطوة حلوة منهم ولا حتى اجبرتهم انهم يشتروا المنتج بسعر غالي فدي حاجات تحترم من الشركة واعتقد ان المؤتمر السنة الجاي هيكون اعظم بمراحل فلذلك يلا نبدأ وتمنى انكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا جراس التنبيهات المؤتمر بدأ بعرض من لعبة ستار فيلد وشكلها دي اول عنوان من بساز ده مبني على الجيل الجديد العرض شكل مبشر مش واضح اي شيء عن اللعبة باستثناء انها احدثها في الفضاء وعلى كلام المطورين ان فيك كواكب كتيرة ضخمة وهتسمح لك تتنقل من خلال عدة كواكب فممكن نقول ان فول اوت لكن على فضاء وعلى محتوى اضخم لكن اتمنى بس من بساز ده حاجتين انهم يغيروا المحرك المصد بتاعهم وان اللعبة تكون منظور ثالث وتبقى حركة الشخصية موزونة ما تبقاش حركتها معاقة لان بصراحة الواحد تشبع من العاب الار بي جي المنظور الاول خصوصا لان مايكروسوفت عندهم عدة العاب بار بي جي منظور اول زي افاود لكن عرض ستار فيلد مبشر خصوصا لان ده معناه ان بساز ده والاكس بوكس بدأوا انهم ينزلوا اول حصريات على الاكس بوكس لان اللعبة حصرية على الويندوز والاكس بوكس سيريس وكلاود وهتنزل في نوفمبر 2022 وعلى الجيم باس من اول يوم طبعا معض الاصدار بعيد حبتين وعلى كلام فيل سمنسر وهو اكد ان اللعبة حصرية مايكروسوفت فملاك بلاي ستيشن يوصفنا اقولكم انكم لازم تشتروا اجهز الاكس بوكس سيريس او تمتلكوا بي سي عشان مستبل تجاه الاكس بوكس بصراحة محترم ولكن تحس ان فيل سبينسر كاره سوني جدا خصوصا لما قاعد يدقى على كلمة الاكس بوكس اكس كلوزيف ففيل شكله ملؤوم من سوني فبصراحة لمنافسة شكلها هترجع زي الجيل السابع لكن كان نفسي بسازة اتفاجئنا زي ما عاملوا في الاسري 2015 لما اعلنوا عن فول اوت هور ونزلت في نفس السنة فكنت اتمنى دا يحصل مع سار فيلد برضو وبعدها شفنا عرض جيم بلاي من لعبة ستوكر 2 طبعا اللاعب السلاسية الاولى بتاعت ستوكر 1 هو الوحيد اللي هيتحمس للعباء مع العلم ان سلسلة مترو استلهمت الكتير من ستوكر لان اصلا مطورين مترو هما نفس الناس اللي اشتغلوا على ستوكر لكن عامة عرض ستوكر 2 عظيم عجبنا جدا نظام التصويب والرسومات اللعبة شكلها حلوة هو اكيد مش جيل جديد يعني انا شايف ان الرسومات شبه مترو اكسدوس بالرغم ان ستوكر 2 مبنية على الجيل الجديد ولكن الرسومات محتاجها شغل اكبر خصوصا كمان ان الشخصية دي على سبيل المثال من بعيد تفاصيلها ضعيفة جدا والعاب كتيرة كجيل قديم رسومات الشخصيات كانت افضل من كده بكتير وبرضو منظر النار والدخان حاجات دي كلها جيل قديم يقدمها بجودة احسن لكن عجبني تصاميم الاعداء الوحش دي على سبيل المثال تصميم وخرافي برضو الاسلحة افكارها حلوة جدا والوحوش برضو شكلهم مرعبين وافكارهم جميلة اللعبة هي حصرية موقاتة للإكس بوك سريس والبيسي وهتنزل في 22 ابريل سنة 2022 وتم الكشف عن عرض جديد من هيلو انفنت وشوفنا تعديلات في اللعبة والمستوى الرسوم يتحسن لحد ما شكل البدلة بتاعت مسترشيف بيت افضل تفاعل اضاءة في المشهد ده حلوة لحد ما لكن للأسف مفيش عرض جيم بلاي من القصة معرفش ازاي مع ان ده احسن وقت يستعرضه عرض جيم بلاي خصوصا بعد الانتقادات اللي حصلت السنة اللي فارت لكن منظر تصوير العرض السينمائي وان اللعبة بتستخدم نظام تصوير قلقتة واحدة وبرضو شوفنا تفاصيل بسيطة عن القصة وعن كورتانة اللي هربت في الأجزاء اللذيمة طبعا انا عامل شرح للقصة هيلو تقدر تشوفه هسيب الرابط تحت حتى برضو اونلاين واضح انه حماسي الانلاين بتاع هيلو 3 وتو كان عظيم جدا وممتع اتمنى ان انفنت يكون بنفس المستوى الانلاين مع القلم انك مش هتحتاج الاشتراك جولد عشان تلعب اونلاين هيلو انفنت موعدنا معها في نوفمبر 2020 وهتتوفر من اول يوم على الجيم باس لكن طبعا لازم يكون فيه شوية حاجات اللاعبين مش مهتمين بيها زي فولوف 76 وإلدا سكروز اونلاين حاجات كلها كانت مجرد حشو بصراحة وجودها ما كانش له لازمة ولكن عرض الجوز الجديد من بليك تيل الأسطورة العظيمة بصراحة كان مفاجأة اللعبة واضح انها مبنية بالكامل على امكانيات الجيل الجديد مفيش اي شيء واضح انها حتى الان لكنها تنزل في 2022 وطريبا احداثها بعد عدة سنوات من الجوز الاول لان باللاحظ ان اميسيا واخوها كبروا في السن بصراحة اكتر حاجة عجبتني في المؤتمر الجوز الاول كان أسطوري المطورين اللعبة ابدعه جدا فتخيال كمان مع مزني اكبر ايه اللي ممكن يقدمه لكن اتمنى ان المطور يحافظ على اسلوب اللعب الخطي وما يحولهاش لعبة عالم مفتوح طبعا اللعبة مش معروف لو هتنزل على جهزة بلاي ستيشن ولا لا فهل هي ممكن تبقى حصرية موقعتها هنعرف ده اكيد قدام وبرضو عرض جديد من اتوميك هارتس اللعبة دي مع كل عرض بتبهرني بكمية التجريدات في اسلوب اللعب فعلا يعني كل عرض بتشوف تطورات وتحسينات جديدة مع ان المطور جديد ومش معروف لكن واضح ان الصناعة الروسية بتتحرك بشكل محترم تجاه الالعاب وثم لعبة 12 منتز اللعبة اللي لا تزال فكرتها غريبة ولكن شيء حلو انها رجعت بعد ما تم استعرضها من حوالي سنتين ولكن عرض الانلاين الخاص بباتلفيلد 2042 بصراحة عرض حماسي جدا ومحترم متحمس للعبة دي جدا عجبنا اجواء الحروق والطيرات والدبابات والعواصف ده كل ميزة باتلفيلد وهو نقل المعارك والحروب لبعض جديد فالانلاين برضو هيقدم نظام تغيرات ديناميكية في المناخ بحيث ان زي ما شفنا العصفة الرملية او زي ما شفنا الاعصار فده كله هيحسسنا بتجربة لعب محترمة وتم استعراض عرض جديد من فرزة هوريزون 5 احداثها في المكسيك الرسوم شيء خرافي اللعبة بتدعم ريت ريسنج وبصراحة في الزيئات العربيات واسوائتها شكلها حلو جدا البيئات منظرها جميل وتفاصيلها عظيمة اللعبة هي اضخم مشروع من فرزة واضخم عالم مفتوح اشتغلوا عليه اللعبة منظرها عظيم بصراحة واي حد بيحب العربيات او لا يفضل انه يديها فرزة لكن بصراحة عرض فرزة هوريزون 5 كان بالنسبالي احسن بمراحل من عرض جران 7 اللي عرضها كان محبط بالنسبالي اللعبة هتنزل في نوفمبر 2021 على جهز الاكس بوك سيريا سوار بي سي واعلنوا عن زاوتر وولد ستو لكن معرفش ليه اوبسيديان يعلن عن لعبة تانية ولسه افاود معلن عنها السنة اللي فاتت فكان اولى انه يتكلم على افاود علما ان الفريق مش كبير انا بصراحة كان نفسي اوبسيديان يقدم جزء جديد من فلات نيو فيجاز بدل اوتر وولد ستو لكن مش معروف اي شيء عن اوتر وولد ستو لكن اتمنى تبقى بمنظور ثالث فدلوقت الفريق بقى بيمتلك مزينية اكبر فيقدر يبني لعبة بمزينية اكبر وفيه عنوين العاب شكلها حيرو زي سايكونات ستو شكلها لعبة ظريفة وبردو لعبة بارتي انامالز اللي شكلها لزيز بصراحة اللاعب البسيطة الاندي دي بتبقى ممتعة جدا واعلنوا عن لعبة اونلاين ريد فول من مطورين اركان لعبة غريبة معرفش ليه يقدموا حاجة زي كده وفي النهاية مصيرها يكون زي مصير لعبة نينجا سيري اللي اسمها بديدنج ايج لكن هنشوف الفريق هيقدم ايه جديد لعبة حصرية على الاكس بوك سيريس والبي سي في 2022 وبردو باك فور بلاد من مطورين ليف فور داد فالف بصراحة خسروا الفريق ده لان اللي احنا شايفينه ده فليف فور داد سري المفروض تبقى شكلها كده معرفش ازاي فالف تستغنى عن لعبة اونلاين بالجودة دي في النهاية مؤتمر مايكروسوفت ممتاز احسن من كل السنين اللي فاتوا اعلنوا عن كم محترم من العاب اكد كان نفسي نشوف عروض جيم بلاي من العاب اللي اعلن عنها زي بيرفك دارك افاود لكن اظن ان مايكروسوفت مخبين حاجات كتيرة للمستقبل بصراحة احيي مايكروسوفت على كل جهدهم في المؤتمر ده قدموا حاجات كتيرة حلوة والاهم انهم طمنون ان مستقبل الاكس بوكس وحصرياته فهو له مستقبل مشرق احب اسمع رأيكم في المؤتمر وعن ايه هي اكتر العاب عجابتكم بشكركم على المشاهدة واتمنى انكم تتابعوا صفحات عن انستجرام وتويتر والفيسبوك كان معكم احمد السوري سي يو نكستايم